موسيقى القمة الخليجية ملفنا الأول في الساعة الثانية من غرفة الأخبار فالقادة الخليجيون يلتقون تحت عنوان التشاور في ظروف إقليمية غاية في التعقيد لم تشابهها ظروف سوى تلك التي مرت على المنطقة قبل أكثر من 15 عاما إبان الغزو العراقي للكويت ملفات ساخنة وظروف غير عادية تحتم الوصول إلى إجماع حول شتى الملفات خاصة قبيل القمة المقررة مع الرئيس الأمريكي بعد أيام قبل البدء بالنقاش هذا تقرير من مراسلنا في الرياض يجمل فيه أهم وقائع هذه القمة قمة خليجية تشاورية في ظروف غير عادية وبحضور فرنسي لافت يمثل باريس فيه رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند أجندة القادة الخليجيين متخمة من اليمن إلى إيران إلى سوريا والحرب عن الإرهاب ففي الملف السوري تقرر أن تستضيف الرياض مؤتمرا للمعارضة السورية يرسم ملامح مرحلة ما بعد الأسد وفي الإيراني تأسيس علاقة طبيعية مع طهران على أساس عدم التدخل ودعا القادة المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي لإنهاء هذه الأزمة مع التأكيد على الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري المشروع وفي الملف اليمني قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن عملية إعادة الأمل ترتكز على قرار مدلس الأمن أطالب الدول الكبرى بوضع قواعد صارمة تحول دون انتشار السلاح النووي أن السعي نحو تطوير وامتلاك لسه الدمر الشامل ما فيه السلاح النووي يمثل تهديدا بقى الخطوة ليس على السن والأمن المنطقة الحسب بل على السن والأمن الدوليين وإن لنهيب بالمجتمع الدولي خصوص مجموعة الدول الخمس زائد واحدة للإطلاع على بسورياتها الجسيمة بهذا الخصوص ولوضع قواعد صارمة تضمن محافظة أمن المنطقة واستقرارها الملفات المطروحة على قمة الرياض أضفت أهمية كبيرة على مداخلة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الذي فتح صدر بلاده للخليج وأيد مواقفه في مختلف الملفات خاصة فيما يتعلق باليمن والملف النووي الإيراني ضمان أمن دول الخليج أمام المخاطر والتهديدات التي تحدق بكم هي من صميم اهتماماتنا ليس فقط لأنكم أصدقاؤنا أو حلفاؤنا بل لأن الدفاع عنكم يعني الدفاع عن أنفسنا وأنا هنا لأؤكد لكم وقوف فرنسا إلى جانبكم لمواجهة هذه التهديدات فرنسا لها حضور في القرن الأفريقي لها قاعدة في جيبوتي لها أيضا قاعدة في الإمارات العربية المتحدة لها مصالح كبيرة في المنطقة وفي العقيقة هذا يخدم هذا الوجود وهذا التنسيق وهذا التعاون يخدم فرنسا كذلك يخدم المصالح الفرنسية كذلك تتلخص قمة الرياض في مختلف ملفاتها في التركيز على الثوابة الخليجية وتوفير الدعم الدولي للتحركات في سوريا واليمن التي بات الملف الإنساني الشغل الشاغل للتحالف العربي الذي تقوده السعودية قمة بحثت الملفات الساخنة من اليمني إلى سوريا وإيران وعمل سياسي لتنسيق المواقف قبل اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي في كامب ديفيد مدربعان شكا نيوز عربية الرياض ملف القمة الخليجية نفتحه مع ضيفينا معنا هنا في الستوديو في أبوظبي البحث في مركز المستقبل إبراهيم غالي ومعنا أيضا من الكويت إلى كاديمي والبحث السياسي الدكتور مبارك البغيلي أذكركم أن بإمكانكم أيضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ إبراهيم مرحبا بك معنا هنا في الستوديو قمة خليجية في ظروف استثنائية وملفات مهمة ومترابطة تناولتها هذه القمة الأزمة السورية اليمن طبعا وإيران وغيرها هل نحن اليوم وفي هذه المرحلة بصدد مواقف خليجية أكثر تصعيدية فيما يتعلق بهذه الملفات الساخنة أولا مساء الخير أستاذ مهند مساء الخير لأستاذ المشاهدين أعتقد أن هذه القمة الخليجية التالتة منذ شهر نوفمبر الماضي أعتقد بترسخ أمرين الأمر الأول هو مدى توحد دول الخليج بشكل إجمالي مع وجود بعض الاختلافات البسيطة طبعا حاولين الثوابت الكبرى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الملفات الإقليمية بشكل أكثر تحديدا بالتالي أنا أعتقد أن القمة النهاردة الاستشارية عبرت عن وجود ثوابت استراتيجية في أربع ملفات أساسية في المنطقة الملف الأول خاص بالوضع في اليمن ومعروف خلاص المسألة ترتبط به وجود حوار شامل لكل القوى اليمنية مفروض يعقد في 17 مايو القادم في حالة موفقة الحوثيين وحليفهم إيران الملف الآخر هو سوريا وأعتقد أنه الثابت الاستراتيجي هنا هو عدم رضاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن بقاء بشار الأسد في السلطة أو هذا النظام أن يدخل في السلطة مجددا وبالتالي هناك ترتيبات لما بعد الأسد يجب أن تتم الملف الثالث هو إيران هو ملف طبعا غاية في التعقيد وأعتقد أنه من اللافت اليوم أن يدعو البيان الختامي للجلسة للقمة التشورية إلى وجود علاقات طبيعية مع إيران شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية وهذه أعتقد رسالة موجهة إلى إيران في الوقت الذي يقول فيه قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري أن إيران استطاعت تصدير الثورة إلى اليمن وأن الحسيين هم آخر هذه المحطات الثورية في تصدير الثورة الإسلامية للجمهورية الإيرانية بالتالي أعتقد أنه في رسالة منقضة للرسائل الإيرانية سواء في التصريحات أو سواء في الواقع الملف الرابع والثابت الرابع هو ضرورة محاربة الإرهاب حتى النهاية سواء داعش أو غيرها لأنه أعتقد أن دول الخليج محاطة بحزام جهادي يسالة في شديد الراديكالية والتطرف ينتقل من أقصى غرب أفريقيا وحتى هنا وحتى أفغانستان بالتالي أعتقد أن الثابت الرابع هو مقاومة ودعم الحكومة العراقية بشتى الأشكال في محاربة داعش هذه أربع ثوابت استراتيجية كبرى تركز عليها دول مجلس التعاون الخليجي أعتقد منذ سنة أو أكثر واليوم تتضح بشكل أساسي وثابت وواضح جدا جدا سأنتقل مباشرة إلى الكويت مع الدكتور مبارك البغيلي مساء الخير دكتور مبارك مرحبا بك معنا الأستاذ إبراهيم أشار إلى عدد من الثوابت التي المتعلقة بمواقف دول الخليج من الملفات الأساسية في المنطقة ما الذي اختلف هذه المرة ومن خلال هذه القمة في التعامل مع هذه الملفات هذه الثوابت موجودة منذ فترة ولكن يبدو أن التعامل معها خليجيا مختلف هذه المرة ما رأيك مساء الخير مسي عليكم مسي على ساد المشاهدين وظيفك في الإستوديو المختلف في هذه المرة هو العمل الجماعي وأعتقد أن دول الخليج أصبحت على معرفة تامة أنه لابد للعمل الجماعي أن يتم لذلك هذه القمة التشاورية التي يحضرها أيضا الرئيس الفرنسي وهذا يعني يعطي إحاء واضح أن الاتحاد الأوروبي والناتو أيضا لهم يد في هذه القمة التشاورية لذلك أعتقد أن ما يتم الآن في الرياض من قمة خليجية تشاورية هي لتحديد المواقف لعمل جماعي لإيقاف أي عمل ممكن أن يتم خارج السرب الخليجي لأي عمل منفرد حتى أن هذه القمة أيضا الاختلاف في هذه القمة ليس فقط هو العمل الجماعي أيضا هناك خطة استراتيجية هناك عمل هناك أيضا سيكون اجتماع للمعارضة السورية في الرياض لجمع هذه الكتل التي تحارب النظام هناك خطوات قادمة هناك عمل إنساني في اليمن هناك أيضا بعض المقترحات السياسية للحل الأزمة اليمنية بذلك أعتقد أن هذه القمة هي عملية وأيضا طرح بعض المقترحات التي تساعد على هذه الحل الدول الخليجي أخيرا اقتنعت وأصبحت على قناعة تامة أنها لا تستطيع أن تواجه المد الإيراني الذي انتشر في سوريا وفي العراق وفي اليمن بدون عمل مشترك أصبحت على قناعة تامة أن الهدف ليس فقط دولة خليجية لوحدها بل الهدف هو جميع هذه الأنظمة الخليجية المتواجدة لذلك أعتقد أن ما تم في هذه الخمة هو نقطة المهمات هو وضع استراتيجية واضحة وأيضا العمل على التحرك الجماعي سواء على الملفات الإقليمية أو حتى على الملفات الدولية أستاذ رهيم هذا التوجه الجديد الذي أشار إليه الدكتور مبارك هل يعني بأن دول الخليج لم تعد فقط يعني بصدد ردود فعلة على أحداث معينة وإنما تبادر باتخاذ وبالقيام بأفعال معينة استباقية ربما فيما يتعلق بهذه الملفات الساخنة لا أعتقد أنه منذ الثورات العربية يعني انتقل حمل وعب النظام العربي كله على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل تلقائي أعتقد أن دول الخليجية الكتلة الوحيدة المتمسكة في النظام العربي إنجاز التعبير بوجود نظام عربي حتى الآن تكاد مصر تبدأ الانضمام إلى دول الخليج في هذا الصدد بالتالي هذه الكتلة الوحيدة المتمسكة في النظام العربي التي استطعت الثبات والتوحد نوعا ما بغض طرف أيضا عن بعض الخلافات الداخلية بين قطر وبين الإمارات وكل من السعوداء والكويت لكن أعتقد الدول الست هي الأكثر تماسكا هي من تتحمل في هذا الظرف التاريخي عبء النظام العربي بالتالي هذه نقطة النقطة الأخرى تتعلق بالأمن الصافي يعني الأمن القومي الأمن الوطني للدول لكل دولة وهذا ليس عيبا بكل تأكيد كل دولة تحمي مصالحها أعتقد دول الخليج لم تعتد التدخل أبدا في شؤون أحد لكن الظروف الإقليمية والأوضاع الداخلية في بعض الدول وتفشي الفوضى ووجود دول فاشلة في الإقليم كلها عوامل تنقل إليك الصراعات بشكل آخر وتجعلك متضررا استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا وفي كل شيء أيضا متضرر بالتالي عليك أن توجد رد فعل وعليك أن توجد استراتيجية أخرى تنتقل من رد الفعل إلى الاستباق يعني أعتقد حتى التدخل في اليمن التدخل العسكري أو عملية عصفة الحزم جاءت كرد فعل على ما فعله الحثيين وبعد فترة طويلة أيضا أعتقد أنه الوضع في سوريا أيضا يستلزم تحرك عربي بقيادة خليجية اليوم أعتقد الملف الإيراني سيظل أعقد الملفات بشكل ما حينما تعبر دول الخليج اليوم عن بعض القلق وعن أن هناك هناك لقاء أمريكي خليجي في كامب ديفيد أعتقد أنه ثمت مخاوف خليجية مشروعة جدا من ألا يتم التوصل إلى الاتفاق نهائي أو ألا يتحول الاتفاق الإطاري إلى اتفاق نهائي لا سيما أنه تجربة كوريا الشمالية على سبيل المثال أثبتت فشل الاتفاق الإطاري مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يوقع في 1993 ثم سقط في عام 2002 ثم أصبحت كوريا الشمالية الدولة النواية التسعة في العالم بالتالي فيما خاوف حقيقية من عدم تنفيذ الاتفاق الاتفاق في حد ذاته الإطاري جيد جدا لكن يقتضي التنفيذ المحكم يقتضي التوصل إلى اتفاق نهائي في نهاية يونيو طبعا هذا لابد أن لا يأتي على حساب الملفات والقضاء الإقليمية لأنه لدينا سؤال مهم ما هي دوافع تملك سلاح نووي وما هي دوافع تملك عدم التخلي عن السلاح النووي أعتقد أنه هنا حسابات وهنا حسابات مغيرة أيضا فبالتالي في حالة التوصل إلى اتفاق نهائي هل يكون ذلك على حساب تمدد دور إيراني أكبر في المنطقة هل اكتسابه مشروعية دولية هل تتمدد إيران بشكل أكبر وبشكل مقبول من الغرب أم لا بالتالي هنا وجود الرئيس الفرنسي كان مهم اليوم لأنه فرنسا أعتقد أنه كانت أكثر أشد المعارضين للبرنامج النووي الإيراني وكانت أشد المفاوضين في طوال جولات التفاوض السابقة وأعتقد ده من أسباب وجود الرئيس الفرنسي اليوم في القمة التشاورية طيب سنتحدث عن الدور الفرنسي وعن ربما الرسائل الموجهة للولايات المتحدة تحديدا من خلال هذا الوجود الفرنسي بعد قليل ولكن دكتور مبارك هل كما يقول البعض دول الخليج دول مجلس التعاون أدركت في هذه المرحلة بأن الانتظار لردود الفعل غير كافي يجب اتخاذ قرارات حاسمة وفورية وقوية فيما يتعلق على الأقل في مواجهة هذا التمدد الإيراني سواء في اليمن في سوريا في العراق في لبنان وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني هل توصل الدول الخليج الآن إلى قناعة بأنه حان الوقت لاتخاذ القرارات وعدم انتظار الأفعال للرد عليها فيما بعد هي الآن أصبحت أصبح ليس لديها أي خيار آخر إلا يعني عمل أفعال وليس تصريحات حسنية ومبادرات الآن الإيران يعني لم يتبقى لها إلا دخول دول الخليج الآن هي دول الخليج أصبحت محاطة في التمدد الإيراني سواء من العراق من سوريا أو من اليمن لذلك الآن هي أصبحت ليجب عليها أن تتحرك ضد هذا التمدد فبالسابق كانت الدول الخليجية تحاول أن تصل إلى حل سلمي دول الخليج لا تريد من إيران إلا فقط عدم التدخل في شؤون الآخرين الدول الخليجية لا تريد من إيران إلا فقط التعاون السلمي التعاون المثمر التنمية الجيرة الحسنة ولكن للأسف يعني جميع أفعال إيران في السنوات الأخيرة تثبت أن إيران تقودها أيديولوجية ثورية أيديولوجية عقائدية تريد أن تصدرها للآخر حتى لو لم يكن متوافقين مع هذه الأديولوجية لذلك أعتقد أن دول الخليج أصبحت الآن لا خيار لها إلا الأفعال والأفعال هذه يجب أن تكون مرتبة يجب أن تكون موحدة لذلك نرى أن هناك بعض التحركات على الداخل الإيراني أيضا هناك بعض التحركات الخليجية وإن كانت يعني ليست حال الأرض ولكن بعض التعاطف بعض خليني نقول الإعلام الموجه للداخل الإيراني لذلك أعتقد أن دول الخليج ورحنا قلنا في السابق أنه لا يجب أن تكون في دور مدافع يجب أن تنقل مدام الآخر يهاجم يجب أن تكون في دور أيضا المهاجم لذلك إيراني لن تعلم لن تقتنع ولن يكون لها رادع إلا أن تكون أنت الفاعل وليس رد الفعل لذلك أعتقد أن دول الخليجة الآن هي أصبحت تضع استراتيجية واضحة لإيقاف هذا التمدد أصبحت تفتح أيضا غنوات مع الآخرين أصبحت هي من يقود هذا الملف في السابق كنا ننتظر الأمريكان كنا ننتظر الغير ليقود هذه الملفات الآن أصبح عندنا قيادة موحدة لدول الخليج أصبح أصبحنا نواجه أصبحنا نتحرك على الأرض وأعتقد أن القادم سيكون أيضا أكثر تحرك وأكثر إلى من الجانب الإيراني إذا لم يرتدع وإذا لم يقف مع الجيرة الحسنة وإذا لم يكف أذى عن دول الجوار نحن نعلم أن قاسم سليماني في سوريا في العراق يتنقل لقيادة التمدد الإيراني نحن نعلم أيضا أن بعض هناك بعض القوات الإيرانية أو بعض الأفراد في اليمن نحن ماذا ننتظر هل ننتظر هذه القوات حتى تدخل إلى الجانب الخليجي أعتقد أن قادة الخليجي الآن أمام مسؤوليات متاريخية لإيقاف هذا التمدد بأي وسيلة كانت نعم طيب أستاذ الرحيم شارت قبل قليل إلى مسألة حضور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في هذه القمة حضور لافت والربما اللافت أكثر هو المواقف التي أطلقها الرئيس الفرنسي خلال هذه القمة وهي مواقف متطابقة كليا تقريبا مع مواقف دول الخليج فيما تعلق بهذه الملفات سواء فيما تعلق ببرنامج إيران النووي حاول طمأنة دول الخليج وقال أنه لن نسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية مسألة رفع العقوبات ستتم تدريجيا وكل هذه المسائل فيما تعلق باليمن فيما تعلق بسوريا كل هذه المواقف التي طرحها الرئيس الفرنسي كانت يعني إلى حد كبير متطابقة مع مواقف دول الخليج بداية ما هي الرسالة من وجود الرئيس الفرنسي في هذه القمة وما هي الرسائل ربما من القول أن مواقف فرنسا أيضا متطابقة مع مواقف دول الخليج في هذه الملفات أولا في السياسة وفي عالم الواقع يحكمنا السياسات الواقعية بالتالي هو تلاقي مصالح أولا وأخيرا ليس صدفة أن يكون أبدا موقف فرنسا مشابه لموقف مصر ودول القليج في الكثير من الملفات الأمر يتعلق بوجود مصالح أولا هذه النقطة النقطة الثانية موقف فرنسا ليست جديدة على الإطلاق في هذا الصدد سواء في سوريا أو سواء في اليمن على وجه التحديد ربما تختلف مع الجانب الأمريكي قدرا ما النقطة الأخرى ليست فرنسا وحدها أعتقد أن الموقف البريطاني قريب جدا من الموقف الفرنسي وكان وزير الخارجية الألماني شتانماير اليوم في القاهرة وزار مصر وأجرى لقاءات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وقال نفسي تقريبا ما قال له أولند في القمة الخليجية بتجميع هذه الأمور مع بعض نجد هناك موقف أوروبي شبه موحد نوعا ما من القوى الأوروبية الأساسية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالتالي أعتقد أنه أدركوا تماما معنى تحول الفوضى وجود فوضى عارمة في إقليم الشرق الأوسط يؤثر كما نرى في موضوع الهجرة كما نرى في الموضوع الإيراني بالعودة إلى وجود الرئيس الفرنسي أتذكر بعض الثوابت الفرنسية في هذا الأمر فرنسا على سبيل المثال في مسألة الدرع الساروخي للنيتو كانت تقول ليس من تهديدات روسيا فقط ولكن للحماية من تهديدات الصواريخ الإيرانية هذه واحدة الأمر الثاني يرتبط بمسألة العقوبات أعتقد فرنسا من الدول التي طبقت عقوبات أحدية ضد إيران بسبب البرنامج النووي النقطة الأخرى أنه مسألة أمن الخليج بشكل إجمالي ومسألة الأمن البحري بشكل أكثر تحديدا مسألة تهم بعض القوى الأسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان كما تهم تماما الجانب الأوروبي الذي يستورد طبعا النفط والغاز من منطقة الخليج ومن منطقة المتوسط بالتالي أمن الممرات المائية شيء مهم جدا بالنسبة لفرنسا الأمر الرابع هو أن هذه الدول أعتقد لا تعود الدور الأمريكي أو تنفسه كما يدعي البعض ولكنها مكملة للدور الأمريكي بشكل ما وتستفيد من حاجة دول المنطقة طبعا للتسلح ولعقد صفقات سلاح وهذا حق مشروع لكل الدول وبالتالي فرنسا في هذا الإطار كما تتعقد صفقات مع الهند وباكستان فإنها تعقد صفقات أيضا هنا في المنطقة العربية مع بعض الدول الخليج أعتقد الفائدة الأكبر فيها تعود على دول الخليج التي تسعى إلى تعزيز دفاعاتها وخاصة الجوية لمقابلة أي هجمات في المستقبل خاصة من الجانب الإيراني الغير مأمون على الإطلاق عدم تملكي لأسلحة نووية خاصة أن الاتفاق الإطاري اعترف في أحد بنوده أن إيران ممكن تتملك سلاح نوو في خلال من شهرين لثلاثة أشهر هذا بند موجود في الاتفاق الإطاري بالتالي في حال فشل إذا قدر الله فشل الاتفاق النهائي يمكن لإيران أن تتملك سلاح نووي كما قال الاتفاق الإطاري بالتالي من حقنا الدفاع عن أنفسنا بكل وجه المشروع دكتور مبارك الرسائل التي يوجهها وجود الرئيس الفرنسي فرنسواء أولاند في هذه القمة للولايات المتحدة للرئيس أوباما تحديدا البعض يقول هناك رسائل ربما يبعث بها هذا الوجود وهذا التطابق في المواقف بين فرنسا ودول الخليج خاصة وأن الرئيس أوباما الآن على أبواب استضافة زعماء دول الخليج في كامب ديفيد برأيك هل يشكل هذا الموقف الفرنسي وهذه الموقف الفرنسية نوع من القلق بالنسبة لواشنطن في هذه المرحلة هو تاريخيا الموقف الفرنسي بالذات هو الأقرب لدول الخليج في هذه الملفات وأيضا في الملف اللبناني نحن نعلم تاريخيا كيف كانت هناك كلافات بين الموقف الأمريكي والموقف الفرنسي لبسط الشرحية اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية لذلك أعتقد أن وجود أيضا الرئيس الفرنسي اليوم هو لإيصال رسالة واضحة ومباشر لدول الخليج بأنهم في نفس المركب وهما داعمين لهذه التوجهات وأيضا لا يخفى الجميع المصالح المتضاربة في بيع السلاح بين فرنسا وأمريكا لذلك أعتقد أن الفرنسيين يحاولون أن يبلغوا دول الخليج أنهم الأقرب لهم أنهم على استعداد لفتح جميع متطلبات دول الخليج من الأسلحة لذلك أعتقد أن فرنسا الآن هي الأقرب لنا من الموقف الأمريكي القير واضح لحد الآن بالنسبة سواء في الملف النووي الإيراني أو غيرها لذلك دول الخليج أوضحت بما لا يدع مجال للشك وعلى رأس السعودية أنه إذا كان هناك توافقات نووية بين المجتمع الدولي وعلى رأسها أمريكا وإيران يجب أن يكون لدول الخليج أيضا موقف من هذا من هذه الاتفاقيات ويجب أن نخطو خطوة أيضا للأمام نحن نعيش في أقليم واحد مع إيران القوة تحدى القوة إذا كانت إيران ستمتلك السلاح النووي فأعتقد أنه يجب على دول الخليج أن تتبنى هذه المشروع حتى لا نكون الجانب الأضعف أو الحلقة الأضعف في مقابل الإيراني ففرنسا اليوم وتواجدها هو لإعطاء الدول الخليج أيضا مساحة من التحرك قبل مقابلتهم أو قبل للتواصل مع الرئيس الأمريكي هي لإبلاغهم بالرسال أنه إذا لم يكن هناك استعداد أمريكي للتعاون معكم فنحن موجودين في أي ملف تود دول الخليج أن تطرحها لذلك أعتقد أنه هي فرصة أيضا سانحة للتحرك الخليجي الجماعي بأن يستطيع أن يناور سياسيا بين الملف الفرنسي والملف الإيراني نعم طيب بسرعة بعض المشاركات التي وردت من المشاهدين حول هذا الموضوع نداء أحمد تقول القمة التشاورية تشير إلى أن التدخل البري أصبح أمرا وشيكا في اليمن رجب البحار يقول دول الخليج تجتمع بشأن اليمن والسوريا ويبدو أن هناك تغيرا في الاستراتيجية الخليجية قريبا خالد سعد يقول يجب أن يكون هناك موقفا خليجيا موحدا من سوريا والعراق واليمن هاشم اليافع يقول الأوضاع الإنسانية في اليمن في أسوأ حالتها ويجب إغاثة مدن الجنوب قبل أن تتفاقم الأزمة أنسام الحريري تقول عاصفة الحزم ستكون عاصفة الحسم في سوريا قريبا أحمد صالح يقول أو يتساءل لماذا يتردد التحالف الغربي في التدخل بريا في اليمن وهل يمكن أن يشن ضربات جوية في سوريا سيد إبراهيم سأعطيك المجال للرد على هذا التساؤل وأيضا عدل البسيون يتساءل فاريس تلعب دورا جديدا في المنطقة فما هو الثمن أولا لماذا يتردد التحالف العربي أو هل يتردد في التدخل بريا في اليمن وأهل يمكن أن يشن ضربات جوية في سوريا البعض يتحدث عن عصفة الحزم في سوريا الآن لا أعتقد الوضع في سوريا يختلف كثيرا عن الوضع في اليمن بالنسبة لمسألة التدخل قوات برية أعتقد أمر محكوم بمآلات ما سيحدث في الآيام المقبلة من اللجوء إلى حوار سياسي من عدمه أعتقد يرتبط بمدى قيام اللجان الشعبية بصد الحوثيين وعودتهم إلى بعض مواقعهم يعني المسألة تتعلق بالوضع الميداني على الأرض بين القوى المتصارعة في اليمن بشكل عام لكني لا أعتقد بوجود تدخل بري حتم من التحالف العربي أما بالنسبة لسوريا أعتقد الوضع في سوريا مختلف جدا يقتضي ليس فقط إجماع عربي أو وجود تحالف عربي كالذي سيق في الحالة اليمنية الأمر أعقد في سوريا كثيرا سوريا على الأقل الجيش السوري حتى الآن لديه دفاعات صاروخية لديه على الأرض وضع مختلف عن الوضع في اليمن تماما أعتقد تركيا لابد أن يكون لها دور في هذا المدمار أيضا ولابد من مشاركتها الوضع في سوريا أكثر تعقيدا من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية أيضا وبالتالي لشن هجمات عسكرية جوية ضد النظام السوري دكتور مبارك في الضقيقة المتبقية تساول من عدل البسيوني باريس تلعب دورا جديدا في المنطقة فما هو الثمن برأيك أعتقد أن الثمن يعني الدول تحكمها مصالحها أعتقد أن الثمن هو مصالح متبادلة بين باريس وبين دول الخليج نحن نعلم أن دول الخليج هي من الدول المؤثر اقتصاديا على الاقتصاد العالمي نحن نعلم أننا نقع فوق أكبر احتياطي نفط في العالم نحن لدينا أيضا مدخرات واستثمارات خارجية أعتقد أن لا يقب عندهم الفرنسيين أو حتى الأمريكان أن هناك مصالح مشتركة ومن يريد أن يتوافق مع الأجندة الخليجية هو صديقنا وهو أيضا ومن يساندنا في الأزمات نحن نساند أيضا في الأزمات لذلك أعتقد أن من يساندنا في هذه الأزمة يجب أن تكون مصالحنا معها متبادلة وأن يكون هو صاحب الحظوة الأقرب لدينا شكرا لك دكتور مبارك البغيلي الأكاديمي والبحث السياسي كان معنا مباشرة من الكويت وشكرا لضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ إبراهيم غيلي البحث في مركز المستقبل شكرا للمشاهدة